موسيقى مرحبا بكم مشاهدي للكرام في كوشك الصحافة كالمعتاد نصلط الضوء على أبرز ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية بداية هذه الجولة من موقع سحوانت نستعرض فيه اختطاف مدير مكتب القائد الأعلى للجيش والأمن ونجله نجله في عدن وفي الشأن الميداني قوات الشرعية تتقدم شمال معسكر فرضت نهم بمحافظة صنعاء نعود إلى عدن أيضا تقرير يقول 33 عملية اغتيال استهدفت مدنيين وعسكريين في عدن أما في الشأن الإنساني فقد تناول الموقع مباحثات وزيري خارجية السعودية وأمريكا بشأن مفاوضات يمنية وقال قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع في اليمن قد يكون ممكن خلال الأسبيع القليلة القادمة أضف كيري للصحفيين بعد محادثات مع نظيره السعودي عدل الجبير خلال الأسبوع المقبل قد يكون ممكن أن نحاول المشاركة في مناقشات بناء بشأن كيفية إنهاء الصراع ولم يضف كيري المزيد من الكلام واكتفى بالقول إنه ناقش مع الجبير الأوضاع في سوريا واليمن ننتقل مشاهدين إلى موقع يمن مونيتر نستعرض أبرز عنوينه الرئيسية الجيش الوطني والمقاومة يتقدمان مجددا في تاعز وسط اليمن في جنوب اليمن إصابة أحد أفراد فريق نزع الألغام في محافظة عدن وفي الوضع العسكري مقتل خمسة من الحثيين والمقاومة في تجدد المواجهات في الضالع جنوبي اليمن وركز الموقع على الوضع الإنساني في تاعز وعلى تصريحات متحدث باسم منظمة اليونسيف في اليمن محمد الأسعدي قال في التفاصيل كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفوذة اليونسيف في اليمن محمد الأسعدي عن وضع مأساوي تعيشه مدينة تاعز جراء الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة منذ نحو تسعة أشهر وأكد الأسعدي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن الوضع الإنساني في مدينة تاعز عموما وفي المناطق الخاضعة للحصار هو صعب للغاية أضاف الأسعدي لقد شاهد فريق اليونسيف والوفد الأممي منازل بل أحياء مدمرة مستشفيات مدارس مغلقة أكوام للقمامة المكدسة منذ زمن الوضع صعب والحياة الطبيعية لم يعد لها مكان هناك احتياج كبير للماء والدواء والغذاء خصوصا والكميات التي تصل إلى هذه المناطق هي غير كافية نظرا للحصار ولطول مداه ولصعوبة إيصال المساعدات بشكل منتظم وكاف الناس سواسية لا سادة ولا عبيد كان هذا عنوان لمقال نشره موقع ياما مونيتر للكاتب أحمد عثمان وقال أحمد يتقدم قادة المقاومة نحو صنعاء وهم يهتفون بالأفراد لا تقتل أسيرا لا تهدم بيتا فالأرض أرضنا والأهل أهلنا فالمقاومة اليمنية ليست مشروع انتقام وإنما مشروع حياة كريمة هي ضد فكرة وممارسة السلالية والعنصرية والاستبداد كوباء دمر اليمن قديما وحديثا وشوهت الإسلام كرسالة مساوات وكرامة للإنسان كإنسان دون اعتبار للعرق واللون ولتأكيد ذات الرسالة أخذ أفراد المقاومة وهم يدخلون نهم والمناطق المحررة في الجوف وصنعاء يمسحون شعارات الظلام وصور الأصنام ويكتبون بدلا عنها عبارة الناس سواسية لا سادة ولا عبيد وذلك قبل أن تجف دماء الشهداء ليؤكد بصورة مدهشة حقيقة المعركة وعدالتها وهدفها السامي الناس سواسية لا سادة ولا عبيد البدة الأولى بالدستور القادم ترفع من شأن الإنسان وتجرم العنصرية السلالية كما فعل الألمان مع العنصرية النازية الناس سواسية لا سادة ولا عبيد هو ما استشهد من أجله النعمان والزبيري والموشكي ومحمد علي عثمان وعبد المغني وباذيب والحمدي وعبود وشهداء كل الثورات وصولا إلى المقاومة اليوم وشهدائها الكرام وهو الهدف ذاته الذي تفشرت من أجله ثورة الحادي عشر من فبراير وهدف من أجله طلاب وطالبات رابعة والكويت في قلب العاصمة صنعاء وتحت رماح القتلة نقل موقع التغيير نت عن شهود عيان معارك عنيفة بين قوات الأمن ومسلح إرهابيين في عدن على الصعيد السياسي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يبحث مع السفير الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث على الساحة الوطنية في مأرب سلاح نوعي يدخل ساحة المعركة وخسائر كبيرة للميليشيا الإنقلابية في مأرب ركز الموقع على تفاصيل اختطاف الميليشيا شيخا في عمران قالت مصادر محلية في محافظة عمران إن ميليشيا الحوث اختطفت شيخا وأطلقت عليه النار ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى أوضحت المصادر أن الميليشيا اختطفوا الشيخ عبد الحميد الجزيفة واقتدوه إلى خارج المدينة وقاموا بالتحقيق معه وأضافت المصادر أنه أثناء التحقيق أطلقوا عليه النار ما أدى إلى إصابته بالفخذ وتركه ينزف حتى قام أقاربه بإسعافه إلى مصدر أونلاين فقد طلعنا بالعديد من العنوين والأخبار منها المقاومة وقوات الجيش يحررون أكبر مدريات الجوف ويحاصرون معسكرا استراتيجيا نقل الموقع عن الحكومة أربعة عشر مليار ريال تكلفة إعادة إعمار المنازل التي دمرتها الحرب في مدينة عدن أما في تعز قصف مدفعي وصاروخي مكثف على قرى مشرع وحدنان ومنطقة الضباب في مدينة تعز نذهب إلى تفاصيل توجيهات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بتغيير المسؤول القنصلي في منفذ الوديعة بعد تزايد شكا والمواطنين قال الموقع في الخبر قال وزير الخارجي اليمني عبد الملك المخلافي إنه تم تغيير المسؤول القنصلي في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية شمال شرق اليمن الذي شكا عليه المواطنون ذكر الوزير في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتا بأن لجنة نازلت للمنفذ لتقييم عمل مكتب القنصلي لتحديد القصور والمعوقات والمسؤوليات نقل موقع الموقع عن قائل الكتيبة الخاصة لتحرير صنعاء العقيد عبد الرحمن الصبري اعتقال خبراء تفجير إيرانيين ومهمتنا هي تحرير اليمن وليس العاصمة فقط في عنوان آخر مقاومة إب تنفذ عشر عمليات وتقتل واحدا وأربعين وتصيب تمانية وعشرين من عناصر ميليشيا الحوثي خلال جناير الماضي في الشأن الحقوقي مركز حقوقي يدين الاعتداء على المعتقل عبدالإله سيلان ويحمل الحوثي وصالح مسئولية سلامته تطرق الموقع إلى المواجهات التي شهدتها مدينة عدن خلال الساعات الماضية في مدرية المنصورة وقال الموقع في التفاصيل عادت الاشتباكات إلى أحياء مدرية المنصورة بمحافظة عدن بعد هدوء النسبي شهدته الساعة الماضية جراء العمليات العسكرية التي شنتها قوات الجيش والأجهزة الأمنية بالمحافظة ضد الجماعات المتطرفة ذكرت مصادر محلية أيضا للموقع أن الاشتباكات عادت أعنف من السابق بالتزام مع انتشار كثيف لقوات الأمن في المنصورة من اتجاه جولة الغزل والنسيج ومن اتجاه البريهي ونفذت عملية تطويق للمدرية ذكرت المصادر أيضا أن العناصر المسلحة فرت من الشوارع الرئيسية إلى الحارات مؤكدة أن القوات نفذت حملة مداهمات على أوكار الجماعات المتطرفة في عدة مناطق بالمحافظة وجاءت هذه التطورات بعد انذار وجهته السلطات لتلك الجماعات بالتسليم نفسها للأجهزة الأمنية لكنها لم تستجب وفقا لمصدر أمني السعودية معركة مختلفة بهذا العنوان بدأ الكاتب علي الجراد مقاله في موقع الموقع وقال فيه المسافة الفاصلة بين قرار مجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر ودعوة كيري بالأمس لإيجاد حل سياسي في اليمن تلخص السياسة الأمريكية تجاه حروب وأزمات الشرق الأوسط نحن مع الحروب وضد انتصار طرف على الآخر الإدارة الأمريكية أعلنت تأييدها لعاصفة الحزم وقدمت تسهيلات لوجستية وعملت مع شركاء آخرين على إطالة زمن الحرب وحين قاربت قوات التحالف من تطبيق القرار الفين ومائتين وستة عشر بالحسم العسكري على مشارف العاصمة بدأت الإدارة الأمريكية ممارسة ضغوط على المملكة والسلطة الشرعية اليمنية بالدخول في حوار مع من صنفهم القرار الدولي بالمتمردين والانقلابيين رغم تعنت جبهة الانقلاب ورفضهم إطلاق المختطفين أو رفع الحصار عن المدن في سبيل تهيئة نجاح الحوار وتطبيق القرار الدولي هناك قلق من انتصار عاصفة الحزم ونجاح المملكة في اختبار سياسة اتخاذ القرار من منظور ذاتي وفي سياق الدفاع عن النفس في مواجهة المشروع الفارسي المرضي عنه دوليا لإنجاز أهداف تفتيت المجتمعات وإعادة التقسيم بهويات عرقية وطائفية في دول الشرق الأوسط نجاح عاصفة الحزم إضعاف للمشروع العرقي الذي يتم الآن إنجاز صيغته النهائية ويستهدف تركيا وسوريا والعراق ومشاريع مماثلة أخرى في المنطقة ربما تكون مصر هدفا قادما في سياق العبث بورقة الأقليات الأعراق حدود جغرافية جديدة مشاهدين نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع نيوز يمن والذي جاء فيه ولد الشيخ يطالب الحوثي والصالح بتنفيذ خطوات إضافية على طريق بناء الثقة والحكومة الشرعية تؤكد بذلها جهودا لمنع إنهيار اقتصاد الدولة عنوان الموقع مواجهات عنيفة بين المقاومة والحوثيين في مدريتين ناعم والزاهر في البيضاء أضاف الموقع في أخباره الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يستعيدان عددا من المواقع في الجوف تطرق الموقع إلى توجيهات محافظة الضالع برفع محافظ محافظة الضالع برفع كشفات لشهداء وجرح المقاومة الشعبية للتوظيف جاء في التفاصيل وجه محافظ الضالع فضل الجعدي قيادات المدريات بالمحافظة بسرعة رفع كشفات الشهداء والجرحة مع كشفات المقاومة حتى يتسنى للجنة المكلفة في استكمال مهامها تجاه عملية التوظيف من خلال دمج المقاومة بالجيش والأمن تابع الموقع جاء ذلك خلال تدشينه لعملية التسليم والاستلام لإدارة مدريتي الحصين والشعيب في اجتماع خاص ضم أعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المدريتين محملا المكلفين المكلفين مسئولية متابعة كافة القضايا والمتطلبات والأوضاع التي تهم أمن واستقرار المدريتين مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم فابقوا معنا نعاود الترحب بكم مشاهدين الكرام ونصحبكم في جولة الصحافة العربية اليوم صحيفة العرب الجديد نبدأ اليمن الشرعية تضغط غربا لمحاصرة الميليسيات من الساحل تقول الصحيفة تواصل قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي عملياتها شمالا لتضييق الخناق على الحوثيين وحلفائهم حيث تصاعدت المعارك في محافظتي الجوف وحجة المحاذيتين لصعدة معقل الحوثيين من جهة الشرق والغرب بالتزام مع تصعيد العمليات شرق صمعاء وتشكل محافظة حجة الساحلية أبرز عنوان للتطورات خلال اليومين الماضيين بعدما أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة الخاصة بالمناطق الشمالية الغربية استكمال تحرير مدينة ميدي الساحلية المطلة على البحر الأحمر والمرتبطة بحدود مع السعودية بعد معارك عنيفة تصاعدت أخيرا بإسناد من قوات التحالف وأكدت القيادة قيادة الجيش في المنطقة التي تضم محافظات حجة والمحويت في بيان أصدرته أنها ستواصل عملياتها في المناطق التي تندرج في نتاق محافظات حجة والحديدة والمحويت مشيرة إلى تحويل ميدي بعد تحريرها إلى مركز للعمليات العسكرية في المناطق المجاورة واعتبرت قيادة الجيش أن السيطرة على ميدي تمثل ضربة قاسمة للحوثيين وللرئيس المخلوع علي عبدالله الصالح لما لها من موقع استراتيجي استغلته الميليشيات لاستيراد الأسلحة ناقلت صحيفة الحياة ماذا نقلت الحياة اللندنية عن مصدر في المقاومة الشعبية قولها 12 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب آخرون خلال المعارك الدائرة بين ميليشي الحوثي ورجال المقاومة الشعبية في المناطق القريبة من ذنب شمال محافظة الضالع وأضف أن عنصرين من رجال المقاومة قتلوا خلال المعارك تضيف الحياة إن لعت المعارك بعد محاولة الحوثيين وقوات صالح التقدم نحو مواقع المقاومة في جبل مضرح وجبل أذاري الذين خاضطت المقاومة في سبيل تحريرهما أشرس المعارك خلال الأسبوع الماضية ولفت المصدر إلى أن المقاومة تصدت للهجوم العنيف ودمرت عربة للحوثيين إضافة إلى سقوط قتلا وجرح من مسلح الجماعة والقوات الإنقلابية محافظة إب أكدت مصادر المقاومة الشعبية مقتل أكثر من عشرة حوثيين إضافة إلى عدد من الجرحى في مواجهة عنيفة مع المقاومة في مدرية بعدان وقالت المصادر إن المواجهات أسفرت عن سيطرة عناصر المقاومة على منطقتين السوق الليل والعثارب في محافظة تاعز كشفت مصادر المقاومة أنها حققت تقدما في منطقة الأقرود وسيطرت على قرية الشرف وكبدت ميليشيات الحوثي وقوات صالح خسائر كبيرة في العتاد والأرواح صحيفة القدس العربي علقت في أحد عنوينها واشنطن مفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن خلال أسابيع قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إجراء محادثات بهدف إنهاء الصراع في اليمن قد يكون ممكنا خلال الأسابيع القليلة القانمة وأضاف في محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال أسبوع المقبل قد يكون ممكنا أن نحاول المشاركة في مناقشات بناء بشأن كيفية إنهاء الصراع ولم يضف كيري المزيد واكتفى بالقول إنه ناقش مع الجبير الأوضاع في سوريا واليمن في تعليق له بهذا الخصوص قال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن الجانب الحكومي مستعد لأية لقاءات تنهي الحرب في البلاد على أساس القرارات الدولية في هذا الشأن وقال بادي في تصريحات أدل بها للقدس العربي نحن في الحكومة مع السلام وإنهاء الحرب لكن الطرف المعرقل هو الحوثي والرئيس السابق الصالح أضاف بادي صالح أعلن عقب جولة جونيف الثاني أنه لن يذهب إلى أي مفاوضات إلا بشرط أن تكون مع الجانب السعودي وعبد الملك الحوثي قال إنه مستعد للقتال إلى يوم القيامة وهذا يعني أن تحالف الإنقلاب ليس في وارد السعي لإنهاء الحرب وطالب بادي طالب الدول المعنية بإنجاح المفاوضات بضرورة التحدث بوضوح عما هي الأطراف التي تعرق الإنجاح الحوار وتعرق التطبيق القرار الدولي 22-16 وغيره من القرارات تركوا الأوطان تمتد خارج المساحات المرسومة لها بشكل قصري ارفعوا عنها كل الممارسات التي تعمل على تكبيلها وكبح تطلعاتها لا تسيج أحلامها بالحسابات الصغيرة والملتبسة هكذا بدأ الكاتب المغربي عبد الصمد بن شريف مقاله في العرب الجديد تحت عنوان لكي لا نعود إلى جراح الماضي وأضاف الكاتب لا تضغط عليها حتى لا تصاب بالاختناق وتنفشر شرعيونها لا تحاصرها نفسيا لا تستنزف قواها لا تعيدها إلى أجواء الجمر والرصاص ووحشة الزنازين وأنين السجناء وصراخ الأمهات لا تجعل من تدبير المرحلة اختبارا لمدى امساك الحاكمين بزمام الأمور لا تخلط بين الواجب الوطني ومختفيات الأمن والاستقرار وخدمة المصلحة الشخصية أو العائلية والفئوية أو الطائفية لا تختزل الانتماء إلى الجغرافية والتاريخ في مجموعة من الشعارات والعناوين المهيجة والنعارات الدينية المدمرة وحزمة من المنافع وعدد من المواقع لا تشرح معطيات اليوم ووقائع الراهن بأدوات الأمس غير النظارات والبذلات وطرق العلاج والوصفات المقترحة لا تفهم حماسة شبيبة محررة من إكراهات الماضي وأثقال الأيدولوجية وضجيج الديماغوجيا خروجا عن جادة الصواب وتمردا معلنا ضد الأبجديات السياسية والدينية والثقافية وثورة مدمرة للأرض والإنسان لا تعتبر مطالب الكرامة والحرية والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفساد والتطرف والإقصاء واقتصاد الريع ومحاسبة ناهبي المال العام ومنتج الرداءة في بعض المؤسسات أصيانا ترفع أعلامه بدون مراعاة أوضاع الدول وحساسية الظروف ومحدودية الإمكانيات وندرة الإرادات الحسنة لا تقرأ السياقات المتوترة عربيا من زاوية التخوين والمؤامرة والأجندة الغمضة ومن منطلق الاحتواء السريع لتداعيتها وأعراضها والضبط الدقيق لأصحابها لا تدبر انقلابا على الديناميات التغييرية التي انخرطت فيها أوطان وشعوب في المنطقة منذ سنوات لا تحارب تيارات الإصلاح والحداثة والعقلانية والاعتدال والتوافق داخل المجتمع والدولة إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت أحد الموضوعات علقت حملة تطهير عدن من ألغام المتمردين وقالت الصحيفة أطلقت أجهزة الأمن في مدينة عدن جنوب اليمن حملة لتطهير المدينة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية خلال الحرب منذ مارس عام 2015 تضيف الصحيفة بدأت الحملة في منطقة النصر بمدرية خورمكسر التي شهدت قبل أيام انفجار لغم زرعته الميليشيات أثناء سيطرتها على المنطقة السكنية وأودى الانفجار إلى مقتل أب واثنين من أطفاله تحدث مدير خورمكسر عوض مشبح عن أن فريق نزع الألغام قام بمسح المنطقة وتم العثور على ثمانية ألغام فردية وواحد خاص بالمدرعات وأن العمل متواصل لتمشيط المنطقة وتصفيتها بشكل كامل خصوصا أن منطقة النصر الواقعة بجوارها ناجر الرحبي من المواقع السكنية التي تمت زراعتها بعشرات من الألغام من قبل الميليشيات وهي ليست المنطقة الوحيدة في خورمكسر التي تحتاج إلى نزول لفريق نزع الألغام وتمشيطها أضاف نتمنى من محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة أن يعطي شعبة نزع الألغام الاهتمامة للجهود التي يبذلونها في سبيل تأمين المناطق وفي سبيل توفير أبسط المقاومات نظرا لأهمية عملهم وخطورته وكذا جانبه الإنساني تضيف الصحيفة أن السكان في المنطقة عبروا عن خوفهم وقلقهم الدائم بسبب هذه الألغام التي زرعت في مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المتمردين وأن هذا الهاجس أصبح يؤرق حياة المواطنين لأن هذه الألغام في حال لم تقتل المواطن فإنها تصيبه بإعاقات دائمة من جانبه أكد مصدر في البرنامج الوطني لنزع الألغام أنه لا توجد خريطة لمواقع الألغام التي زرعها المتمردون في مناطق عدن ولكن الجهود متواصلة لتمشيط بعض المناطق التي شهدت خلال الفترة الماضية سقوط قتلى وجرح من المدنيين علقت صحيفة السياسة الكويتية على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رئيس اللجنة الثورية التابعة للميليشيا على دراجة نارية وقالت الصحيفة الرعب يجبر رئيس ثورية الحوثيين على ركوب دراجة نارية قالت الصحيفة في التفاصيل نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لفيديو كشف حالة الرعب التي وصلت إليها قيادات جماعة الإنقلابيين في اليمن وأظهر رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي وهو يتنقل على متن دراجة نارية متخفيا في شوارع مدينة الحديدة غرب اليمن والتقط الفيديو خلال زيارة القيادة الحوثي بالتزامن مع سيطرة قوات الجيش الوطني على مدرية ميدي بمحافظة حجة التقط خشية تعرضه لاستهداف إلى أن كاميرا أحد الأشخاص رصدت وهو يستقل الدراجة النارية التي أوصلت إلى القصر الجمهوري في مدينة الحديدة وقال الناشطون تصرف الحوثي هذا ليس بالجديد حيث سبقت مشاهدته أكثر من مرة في شوارع صنعاء وهو يتنقل بدراجة نارية لحضور الاجتماعات والوقوف أمام الكاميرا للتصوير ثم المغادرة سريعا على الوسيلة ذاتها إلى مكان اختبائه مرتان أخرى صحيفة كريستينسونس مونيتر تابعت إحدى المواضيع المتعلقة بالجماعات الإرهابية قالت الصحيفة لماذا تهرب العائلات من عاصمة الخلافة إلى أرض الكفار تقول الصحيفة يجد السوريون أن مغادرة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش تزداد صعوبة بإطراض لكن الضربات الجوية وارتفاع معدلات التضخم يجعلان الحياة هناك لا تطاق حتى أن أولئك الذين يصطفون مع الجهاديين يجدون أنفسهم راغبين في الفرار في الفترة الأخيرة تصبح مغادرة الرقة صعبة ومكلفة على نحو متزايد ولكن العديد من السوريين ما يزالون يقومون بالرحلة الصعبة إلى تركيا وقد تعبوا من المرسيم القاسية التي يصدرها الجهاديون لكنهم تعبوا أيضا من ارتفاع الأسعار ومن العيش تحت القصف المستمر على نحو جعل الحياة صعبة حتى على أولئك الذين يفضلون حكم الدولة الإسلامية على حكم بشار الأسد وتنقل الصحيفة عن شهود سوريين قولهم إن أحد وعاظ التنظيم خاطبهم ألا تعرفون المخاطر التي تحملها مجاهدون والثمن الذي دفعوه لكي يأتوا إلى هنا إلى قلب الخلافة أنتم تريدون الذهاب إلى أرض الكفار بهذا القدر من المطالعة للصحف وأبرز ما قالته الصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة كشك الصحافة لهذا اليوم ونبقى الآن مع مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر